مشاهدين الكرام للحديث أكثر عن الناتج المحلي الإجمالي للمملكة ينضم إلينا عبر الاستوديو المستشار الاقتصادي لأستاذ عيد العيد مساء الخير أستاذ عيد وشكرين تواجدك داخل الاستوديو الإخبارية مساء النور شكرا لكم ويشرفني أكون معكم في هذا نعم أهلا وسهلا فيك يعني بداية أستاذ عيد حدثنا كيف حافظت المملكة على ترتيب اقتصادها بين دول العشرين خاصة اليوم في ظل مثلا التذبذبات أسعار النفط طبعا بداية نحن نعلم أن هذا العام حقيقة هو عام مليء بالمفاجآت وبالذات الحقيقة الآثار التي أحدثتها كورونا على الاقتصادات العالمية لا سيما الاقتصادات متقدمة وبالتالي المملكة جزء من هذا العالم تأثرت بشكل كبير بهذا الشيء نحن نعلم مثل ما ذكرتين أن أسعار النفط تأثرت بشكل كبير جدا لكن المملكة الحقيقة استطاعت أنها تحافظ على هذا الشيء من خلال الحقيقة تنويع مصادر الدقل والتي يعني تعتبر رؤية عشرين ثلاثين أحد أهم بنودها هي تنويع مصادر الدقل في المملكة نحن نعلم خلال هذا العام ارتفعت الدخل من المصادر الأخرى إلى أكثر من ثلاثمائة مليار كان سابقا لا يتجاوز المائة مليار نحن نتكلم عن تقريبا زيادة الضعفين وبالتالي كان له تأثير كبير جدا في المحافظة على استمرار الاقتصاد السعودي في نموه طبعا هناك بعض الآثار الجانبية الحقيقة التي تؤثر بشكل أو بآخر على الناتج القومي الإجمالي وهي ترتبط الحقيقة بالتجارة الدولية ترتبط بأسعار النفط ترتبط بأشياء كبيرة عوام الخارجية أكثر من أنها داخلية عوام الخارجية طبعا بالدرجة الأولى عوام الخارجية أكثر ولكن الجميل في الموضوع أن المملكة استطاعت من خلال مواردها الذاتية ومن خلال حقيقة اقتصادها الفاعل أنها استطاعت تزيد في الدخل من مصادر أخرى وبالتالي كان تأثير هذه الجائحة على الاقتصاد السعودي أقل مما كان متوقعا نعم جميل يعني أستاذ عيد كما ذكرت يعني استطاعت المملكة أن تتجاوز مثلا هذه الجائحة بتنويع مصادر الدخل لكن هناك كانت يعني أيضا إصلاحات اقتصادية مختلفة للمملكة كبيرة وواسعة قامت بها السعودية مثلا من ناحية مواجهة أثار كورونا يعني حدثنا عن هذه الإصلاحات الاقتصادية المملكة حقيقة يعني إذا رجعنا للوراق قليلا من عام 2015 تقريبا 2016 وبعد ما بدأت الرؤية والتحول في المملكة وبدأ المسار من 2017 طبعا الفكرة كانت من 2015 2017 بدأ التحول في الاقتصاد وبدأ التكيف الهيكلي للمملكة أو التكيف الهيكلي للاقتصاد المملكة ليتواكب الحقيقة مع الاقتصادات العالمية بدل من أن تكون دولة تعتمد على سلعة واحدة فقط أصبحت الآن دولة تعتمد على تنوع اقتصادي بشكل أو بآخر ما لا شك في أن هذه الرؤية وهذا التنوع ساهم بشكل كبير جدا في جذب عدد من الاستثمارات المملكة زيادة على ذلك الحقيقة ما يقوم بصندوق الاستثمارات العامة من استثمارات نوعية ساهمت بشكل أو بآخر في زيادة مكاسب الدولة كل هذه الأشياء ساهمت بشكل كبير جدا في استمرار الاقتصاد السعودي في التوجه إلى القمة بشكل أو بآخر أنا أعتقد أنه نعم الرؤية 2030 لها دور كبير جدا في تغيير هيكلية الاقتصاد السعودي حقيقة الاقتصاد السعودي سابقا كان اقتصادا يعني في بوتينش العالي في مقومات للنمو ولكن الإدارة التي كانت تقوم على هذا الاقتصاد كانت إدارة يعني قد نكون صادقين مع أنفسنا نقول إدارة لم تكن متفاعلة الآن الحقيقة بوجود سمو ولي العهد الحقيقة وهذه الرؤية الوثابة والرؤية الخلاقة أصبحنا الحقيقة نرى يعني تغيرات كبيرة جدا في الاقتصاد السعودي وأنا أعتقد أنه خلال الخمس سنوات القادمة سنتجاوز المركز 16 بكل تأكيد يعني أنه حسب الحقيقة بعض الدراسات الدولية يتحدثون عنه أنه في عام الفين وخمسين ربما تكون مملكة من العشر دول الأولى على مستوى الاقتصاد العالمي ولاتسن هذا يعتبر يعني الحقيقة شيء خطير شيء كبير جدا لماذا؟ لأنك تتحدث أنت عن دولة عدد سكانها لا زال يعتبر قليل جدا عندما نقارن بالاقتصادات العالمية أقل يعني أقل دولة قريبة منها تجد عدد سكانها ثلاثة أضعاف عدد سكان مملكة اليوم كمان أستاذ عيد يعني قبل ما أنهل الحديث لكن ودنا كمان نعلق على يعني مجهودات المملكة أو حتى يعني المملكة العربية السعودية مكنتها بين دول العالم أعتقد أنها يعني من دول الاقتصادات العظمى وإن كانت الترتيب بالأرقام لكن إحنا متأكدين يعني خاصة جائحة كورونا جاءت يعني كأنها اختبار لاقتصادات الدول شكرا لك المستشار الاقتصادي الأستاذ عيد العيد شكرا لهذا التواجد يعني والزخم في المعلومات والحديث عن طبعا ناتج المحل الإجمالي للمملكة العربية السعودية شكرا لك